رخص بندق الصيد اليوم هل من السهل منها ان واحد يتحصل على رخص بندقية صيد والله فيما يخص الموضوع هذا انا شكره كل شيء بالولاءات والمحسوبية عندك شكون تاخو رخص فاصيل مو عندك شكون متاخوش دهر العملية معناها فيها طرق ملتوية اكيد اكيد في اي مجال في اي قطاع تلقى الطرق الملتوية والمحسوبية موجودة موجودة هي نقطة استفام على خاطر بنادق الصيد اذا كان كل تونسي نجي متحصل عليها حتى انا زدنا وعندي فداء معناه علش ما كونش عندي بندقية صيد خاصة انه احنا العرب نعشق الصيد ونهوى الصيد معروف لكن نتصور انه فيها شروط نتصور انه فيها يعني بونوت خاصة مش اي انسان على الاقل يكون صيد يكون محترف يكون ولد المجال لكن للاسف اليوما نلقاه ثم مسايب قاعدة تصير وجرائم قتل قاعدة تصير بندقية الصيد هاللي ساعة يستعملوها ساعات في الافراح وجيه ضربة ويمشي فيها في الحشاشة حتى حد ما يعلق عليه قالش نوى ضربة في غلطة واللي تصير بها جرائم قتل وتبدأ مدفونة وخبي على اساس بندقية الصيد هم هو صيد ما عندوش رخصة صيد دونك عندو البندقية ما عندوش الرخصة اللي هنا مني جيت وكيفي جيت ثم طرق التوائية ثم معارف ثم محسوبية ثم رشوة في المجال نتصور انه الصلاة الامنية هي المسخرة بدرجة اولى من فق هذا اللغز وإلى هذه العصابات وان شاء الله رب يقدرهم وربي معهم على الخطر احنا كل شيء على المؤسسة الامنية وان شاء الله احنا زدنا فيقوك يشوفوا حاجة مبلغوا عليها وكله في معناها في اتار مصلحة الوطن وحماية الوطن وحماية الافراد زيدا هي قضية قديمة رهيما قبل الثورة وتوى حاليا فيها التشدد كبير ويزن فيها يكون فيها التشدد اما لا نعرف وانا قبل وحتى التوى يظهر لي التعطاء بالكيف بالوجوه بالعربي واضح اما ما يعنيش انا كمواطن يردوا بالهم بلشكون يعطيوا الرخصة منتعى السلاح 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 للصيد حتى لو فرضنا للصيدة يلزم ننتلها كنترول والكنترول وراه كنترول اخر وجعينا نسلموا يلزم ما فيهاش محابات وما فيهاش لا اخذ رد وما فيهاش لا فتحت الطاولة ولا فق الطاولة وما يخذوش كلام حتى حد اللي يعطي فالرخصة يلزم يكون معتها يخاف ربي يخاف ربي مش كما قالوا الجميعة الاخرية مش كالجميع يخاف ربي قلبا وقالبا الرخصة البندوقية راهي من اخطر اشياء اللي تقع حتى في الجمهوريات العتيقة حد ديمقراطيات العتيقة في اوروبا لكن فما ناسي اليوم ما هيس ما عندهاش رخص صيد ولكن عندها بندق صيد اه والا 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 والدولة الدولة وينها والدولة وينها يا ابنيتي والله المال الرخص ديما في تونس معروفة ولا تعطي كان اللي عباد لبس عليهم الزوية ولا ولي ما عندهمش بصراحة ما يخذوا في حاجة اسلاح هذه نتمنيها تمنى ان يكون عندك بندقية صيد ليه بندقية صيد عند النجم ناخذها في وقت لا كيف نحكي في خين ناجم ناخذ بندقية صيد خاطر متاع صيد النجم ندبر رخص ندبر اي موضوع اما نحب على اسلاح اخرين رخص متاع صيد واي رخصة في تونس سفى عامة تسمتنا تسند للناس المعاينة اللي عندها معارف الي عنده كذا هذه هي النجم تعنا من الاستقلال تعمل فاهم في الاذهاب ومشاكل تعمل فاهم في كذا على أساس أنها معناها الرخص صعبة برشا وخاصة في وقتنا تقدمت فيه الجريمة وتقدمت فيه الظروف معناها صعبة برشا وبالتالي معناه لابد أن تتثبت من الرخصة دي ولابد أن تعطى لأهلها فما رخص يقال أنها خرجت لغير أهلها فما رخص شوف نحن نتقل بكل صدق معناها مثل ما جدية في كل المواضيع يعني كل حاجة تلقى فيها الترفيق كل حاجة تلقى فيها الرشوة كل حاجة تلقى فيها معناها الأكتف ألور معناها نحن رأنا ما قدمناش القدام ما عملناش خطوات